اهلا بكم في كورس ماوي المجاني وده فرصة لأي حد ما قدرش ان هو يلطحق معانا بكورس ماوي المدفوع ماكروسوفت دوت نت ماوي بتعمل بروجيكت واحد بس البروجيكت ده بيشتغل معاك على الاندرويد والاي او اس والماك او اس والويندوز التقنية دي افلوشن من الزامرين كورس دوت نت ماوي حلقاته هتنزل هنا على القناة طبيعها على القناة وبدل ما تنتظر الاشعارات انت ادخل شيك بنفسك ولكن الكورس المدفوع فيه مجهود كبير جدا وفيه تفصيل كتير جدا هو اشبه بدبلومة ويوتيوب في الزمن اللي احنا فيه ده يختلف تماما عن سنين قبل كده ولو عاوز تلطحق بالكورس المدفوع هتلاقي التفاصيل في الوصف ويلا بينا نشوف الدرس الجديد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في حلقة جديدة من كورس ماوي المجاني تعليقاتكم ما شاء الله تبارك الله جميلة على اخر درس كانت درس رقم ثمانية بفضل الله دي تعليقاتكم تعليقاتكم جميلة تعليقاتكم رائعة بفضل الله يعني بصيت على كل التعليقات حتى تسجيل هذه الحلقة ولقيت ان معظم الناس طلبة اننا نكمل في الجرد طلبة اننا نكمل في الجرد وانا بحيي الناس دي بفضل الله وبحيي الجميع طبعا حتى اللي قالوا نكمل حوايات ما عنديش مشكلة بفضل الله اوكي فنبدأ على بركة الله قبل ما نبدأ طبعا هنا عندنا زي ما احنا ما شافين مع بعض اهو بفضل الله ادي الحلقة الاولى هتبصوا عايزين نكمل الكورس ده على خير بفضل الله عايزين نكمل الكورس ده على خير ونستمر فيه انا مش عايز اوقفه والله انا مش عايز اوقفه بفضل اللي عايز اشرح فيه ان شاء الله حتى افضل اشرح لغاية لما ربنا يقضي اجلي يعني تمام فعندنا اول فيديو اهو بصوا معايا ادي الفيديو هنبص على ايه هنبص على ده هنبص على ده هنبص على ده هنبص على ده عشان بس الكلمتين اللي قلت لكم في فيديو رسالة الاخيرة خلاص بصوا على التلات حاجات دول بقى معايا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اوكي طيب الناس اللي بتقول مش عارفين نحفظ ومش عارفين نركز والحفظ والتركيز واقول لكم على حاجة جميلة جدا عشان الحفظ والتركيز والحاجات دي وده مش كلامي كمان ده كلام المتخصصين دخلت على قناة صحة حديد وشفت الفيديو ده هو الفيديو ده الفيديو ده اشرب المشروب واحد بس هتعملوا بوريك تعملوا ازاي عشان يبقى سهل عليك تحضروا الفيديو ده اخر فيديو نزل حتى الان يعني اهو نزل من تلات ايام الفيديو ده المشروب ده يخليك تركز صدقني عن تجربة انا بشرب المشروب ده من سنين بفضل الله فطبعا انا عارف ان كل الفيديوهات مفيدة بفضل الله صدقوني كل فيديو هيفيدكم من ناحية بفضل الله لكن بذات الفيديو ده المشروب ده هيخلي اي حد ما عندوش تركيز بفضل الله تركيزه يزيد هيخلي اي حد يعني الزكرة بتاعته تبقى افضل بفضل الله ان الفيديو ده فعلا صدقوني مهمه جدا وممتاز جدا وبنصح المشروب ده بنصح اي حد ان هو يستمر عليه كل يوم اكتر من مرة طيب نبدأ بفضل الله اخر حاجة كنا عملناها زي ما احنا ما شايفين اهو اوكي حتى لو شغلنا كده نبص بصة دي اخر حاجة كنا عملناها زي ما احنا ما شايفين مع بعض اعملنا جريد فيها شوية صفوف وجريد تانية فيها شوية اعمدة طيب انا دلوقتي مش عاوز بقى الكلام ده مدام قلته نكمل في الجريد اوكي بحيي الجميع بفضل الله بحترم الجميع بفضل الله الاراء مهمة مش معنى ان رأي هو الساد يبقى رأي التاني غلط او العكس لا طبعا بفضل الله الشورة حلوة برضو والكورس ده يعني اظن ان هو مختلف عن اي كورس تاني قبل كده طيب دلوقتي هنعمل مع بعض جريد ماشي تعالوا بقى نشوف ايه احنا كده يعني كل ما انتم هتقولولي هزبط معاكم الكورس هو شغال زي ما انتم ما بتطلبو بفضل الله الجريد الجريد دي عايزين نعمل فيها ايه تخيلوها بقى معايا خلاص تخيلوها معايا هاجي هنا جوه الجريد دي خدوا بالكم المرة دي انا هعمل بقى اتنين في واحد اوكي هعمل ايه اتنين في واحد المرة اللي فات عملت واحد لوحد وواحد لوحد المرة دي هعمل اتنين في واحد فهنيجي هنا نعمل رو دي فينيشنز عايز فيها صفين صفين او كده معناها صفين لا طبعا ايوة ايوة فوق فوق اللي مراكز اللي مراكز ومذاكر كويس بفضل الله اللي مركز ومذاكر كويس بفضل الله يعرف ان انا لو عايز صفين لو انا عايز قيمتهم شبه بعض يبقى اعمل كده خلاص كده طب لو عايز حاجة بقيمة محددة اه يبقى مثلا 120 واخد الباقي طب لو عايز حاجة محددة اكتر من كده اه يبقى 120 و120 والباقي بقى مع نفسه خلاص تمام دي مهمة جدا الموضوع ده فانا دلوقتي عايز اعمل صفين متساويين في الحجم صفين متساويين في الحجم كده انا عملت صفين متساويين في الحجم مظبوط كده خد لي بقى مسافة وكمل في نفس ذات الجرب اللي احنا شغالين فيها وهنقول له عايز عمودين بنفس الحجم اه نفس الفكرة ببطا عايز ايه عمودين بنفس الى ما تجيش تقول لي عايز عمودين تعمل لي كده وتمسي لا ادي اول عمود وادي تاني عمود عايز عمود تالت ادي تالت عمود لكن انا هعمل عمودين دلوقتي بس ونشوف بقى نكمل هاجي هنا هتيجي بمجرد انت ما تحط اي اداة ولا يكن زرار هتلاقي الزرار خد حيز بشكل مباشر على طول لاحظ كده معايا خد الربع من الشمال او يعني خد الجزء العلوي من الايه من الشمال زي ما احنا ما شايفين اهو هنا اوكي طيب لو انا عملت يعني خلونا نكتب مسلا على الزرار ده اي حاجة تيكست بتاعه مسلا واحد ماشي وهنا هعمل زرار تاني وهكتب تيكست بتاعه اتنين بصوا اللي حصل اتنين يعني بقى موجود فوق واحد فواحد مش باين فهاجي هنا اقول له يا اتنين لو سمحت لو سمحت يا اتنين انا عارف ان انت اتدفلت بتاعك كصف اول صف اللي هو صفر فخلي جريد دوت تاني عمود اللي هو واحد فتيجي تنتقل تبقى الناحية دي خطوا لكم من القصة طيب خلونا نقفل البروجيكت بتاعنا ونشغله من تاني طبعا انتو لما بتجوا تشغل البروجيكت تاني لو التعديلات بسيطة الوقت اللي بيستغرقوا ما بيبقاش كتير قوي لكن طبعا لما بتعمل بقى متغيرات جديدة وكلاسس جديدة وبتحط ريسورس جديدة وحاجات جديدة فبتلاقي ان البروجيكت بياخد وقت لانه بيعيد بعض الامور عشان يبقى تشغل معك تمام يعني او طبعا على حسب على حسب الجهاز على حسب الهارد على حسب يعني الحالة بتاعت على فكرة في معظم اوقات بتحس ان في مشكلة في يعني انا كده حاسس مثلا ان الوقت مش طبيعي حاسس ان الوقت مش طبيعي في براه عامل ايه وكواسس ان الحاجات دي بتصغر معاك على فكرة خلاص مش مشكلة مش عارف مركوش نصيب اقول لكم عليها يعني اقول لكم عليها برضو مش مشكلة اقول لكم عليها انا كنت لسه هفصله كنت لسه هفصله فلاقيته بيشتغل قلت خلاص مش مشكلة لما بيطول معايا كتير سعب بيطول بيبقى من كتر التشغيل مسلا من كتر الشغل عليه او كده وطبع اي حاجة بيبقى فيها بتعملوا ايه لو انتوا عايزين يعني من قايمة build هنا بتعملوا cancel بتلاقوا cancel هنا وهو لسه بيعمل build cancel هنا بتلاقوها وهو لسه ايه بيعمل من قايمة build بتختار cancel تبقى 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 تحت خالص وبعد كده بتقفل visual studio بتفتحه تاني فبتلاقي الدنيا رفرشت معاك بقت زي الفول يعني خلاص طيب دلوقت انا قلت له عايز ايه صفين بنفس الحاج طيب انا عايز اكشف الجرد قدامي اعمل ايه عايز تكشف اي حاجة قدامك اعمل background على اي لون اهو هي دي الجرد حتى الان خطب لكم من القصة هي دي الجرد حتى الان طيب بصوا بقى ركز معايا لو انا ادت الجرد دي طول دعينه يعني height request اللي احنا عارفينه height request على خمسمية شفت يعني height بتاعها لما زاد الزراير زادت لوحدها ادتها امتين نفس القصة خدتوا بالكم وهكذا ماشي طيب من ناحية تانية انا ممكن اجا اقول له انا عايز الصف الاول او اقول لكم على حاجة قبل ما نعمل الصف الاول انا ليه بقول لكم بكشف الجرد باللون الاحمر او باللاصفر او باي لون عشان تبقى شايف حدودها قدامك خلاص هاجي هنا هعمل زرار تاني اهو button الزرار ده لو المسلا انتكست على تلاتة طبعا تلاتة هيبقى موجودة على ايه على واحد خلاص هقول لقيا تلاتة بعد اذنك بعد اذنك grade dot ro انت بصفر لا خليك بواحد عشان تبقى بتاني صف حلو اول خدت بالكم لان هو بصفر هنا وهنا سواء روء او كولوم يعني ماشي طيب دلوقتي لغاية كده بفضل الله تمام جدا هاجي اعمل زرار تاني وايه اهو هعمل له text على اربعة اول ما اعمل كده هتلاقوه الاربعة بقى ايه على الواحد اقول له لا grade اه سمحت العمود بتاعك او الصف بتاعك اولا نخليه واحد فهتلاقوه جا على التلاتة اقول له لا كمان خلي العمود بتاعك تاني عمود عشان يبقى ايه في الجزء الرابع ده فكده انا ايه اعملت grade فيها عمودين وصفين grade فيها عمودين وصفين خلاص جت بقى هنا وقلت ايه انا عايز اخلي دي تحديدا ميتين بصوا شفت يبقى انا خليت ايه متين وما تبقى وما تبقى grade كده كده انا مادة هاش height خدوا بالكم grade مادة هاش height طيب لكن كده بنسب متساوية وزي ما تيجي على حسب طبعا انتم بقى ايه ممكن تزبطوا اكتر من كده يعني احنا ايه عندنا اهو دي كده التعريفة بتاعتنا اوكي ممكن اجي هنا لان انا هحزف اللحمر دي كمان شوية اجي هنا اعمل padding على خمسة مثلا ولا حاجة فهتلاقوا ايه اتغيرت بعد كده اعمل row spacing على مثلا ثلاثة كده شفتوا row spacing بصوا على خمسة بصوا row spacing شايفين بصوا اعمل column spacing على خمسة برضو بصوا بصوا column شايفين يعني انتو بتزبطوا الحاجة اللي انتو عاوزينها انا هشيل دي دلوقتي فكده ايه كده ظهرت قدامكم كده ايه بفضل الله بقت احسن ممكن ازود تاني ايوة ممكن ازود تاني اقول له زود لي هنا صف وزود لي هنا عمود واروح جاي واخد دول كده copy او اخد ده بس copy واحطه هنا اقول له خلي ده في تالت صف في تالت صف اول عمود وخلي خمسة واعمل لي واحد هنا خليه في تالت صف تاني عمود واكتب عليه ستة ايه رأيكم كده يعني احنا كده بفضل الله توسعنا في الجريد اكتر سؤال الحلقة نفس السؤال اللي فات بالزبط ونازم تكتبه تعليقات كتير عشان انا يعني حتى لو انت بتكتب تعليق شكرا حبيبي يعني وجوه قلبي وعلى عين وعلى عين وعلى عين وعلى عين وبفرح جدا بيها وبعمل لك قلبي كمان اكتب تعليق حلو واكتب وراه تعليق تقول لنا نكمل في الجريد ولا ندخل فيه الحاويات لان الجريد ممكن اتعمق فيه اكتر على فكرة الجريد دي مهمة جدا بالاخر عشان بس ايه يعني كلمة هيرة متهلكم من تحت من تحت لتحت يعني الجريد بفضل لايه مهمة عايزيني اكمل واتعمق اكتر في الجريد ولا نسيب الجريد مركينة على جنب وندخل فيه الحاويات ياريت ترده وتعلقه وتتفعله بفضل الله ويا رب تكونوا استفدتم والسلام عليكم